عايزين يدي الناس قراءة كده سريعة لأفلام العيدة هم ثلاثة فقط وده طبعا أقل رقم ممكن يحدث في السنوات الأخيرة يعني دائما كان عندنا أرقام أكتر كعدد أفلام لكن واضح أنه على توزيعات أو شركات التوزيع مع شاشات العرض يا دوبك الثلاث أفلام يعني احتلوا الشاشات في فرق في الأرقام متكلم على الداخل لأن الداخل هل نقدر نحصرها الخارج أي حد يقول أي كلامة يعني أي واحد فالخارج ممكن يقول أي أرقام في الداخل لقى فيه غرفة صناعة السينما وبالتالي مواثقة أرقامها فالداخل بيقول أنه كينا والجن جايب أرقام أكبر بكتير حتى من الفيلمين مجتمعين من هم اللي هم اللي بعده اللي بعده بحبك وعمهم وعمهم ده الترتيب كويس كترتيب أرقام كترتيب طبعا كينا والجن عرض قبل العيد بحوال أسبوع وبالتالي يعني كان في سينوم ده مش فيلم عيد ده فيلم يعرض مهم لأنك أنت أخد بالك العيد جمهور خاص فيه ناس اللي هي العادية فيه ناس متعتها أنها تاخد العادية وتفرتكها في السينما كويس ولو يعني ايه تفاصيل خاصة جمهور العيد أنا بحب أروح الأفلام مع هذا الجمهور يعني أفهم بس هو رايح يتبسط يعني رايح عشان يضحك ويشوف شوية أكشن ده مهم خفيف زي اللي عملهم عاملهم بالمناسبة أو عملوا في الفيلم بتاعه لكن لما نتكلم عن كيرا والجن ده قصة لأ بس الزكاة بقى ايه وده اللي تقولته مزبوط في جمهور العيد جمهور العيد جمهور السسنائي رايح يتبسط زي ما بيأكل فشار ومش عارفة ايه وبتاع يتفرج على فيلم عايز يضحك وعايز أكشن كويس ومش عايز يتعب نفسه كتير يعني مش عايز يفكر آه بحدوتة كده وبتاع لن عايز هاتم الآخر ف ده اللي عمله مثلا مروان حامد في الفيلم عمل فيلم بسيط المتفرج العادي جدا في كيرا والجن المتفرج العادي الجاي عشان يتبسط ويدحك ويشوف أكشن حيشوف بس ده القالب الخارجي ده الإطار إيه اللي جوه فيلم وطني يعني في الآخر الفيلم قصة كفاح بيرجع بيرجع من الحادث دونشواي قالو 1906 ويحكي الكفاح المصري عبر الزمن كويس ده هنا بقى إزاي توصل الفكرة للجمهور خاصة أن أنت بتتكلم 90 أو 80% على الأقل اللي مكانش أكتر من جمهور السينما مش بس العيد لا جمهور السينما في المطلق هم الشباب اللي هم يعني يسموهم التين إدج يعني اللي هم يعني 15 و 16 لغاية بداية العشرينيات دول القصة اللي هو في الغاية دونة دونة 30 الشوية المرحلة العمرية ديت يعني حولا 15 سنة من 15 وانت طالع لغاية دونة 30 كده هم هم دولو الجمهور الجمهور ده في العادة يميل الأكشن عنده ثقافة بالمناسبة ودول بيسموهم جيل زد عنده ثقافة بصرية من كانش متوفرة للجيلة هم لأنه شغال ديمة يعشق تفاصيل الصورة ايوة مهتم بتفاصيل الصورة لأن حياته كانت كانت ايه يعني لما بدأ يعي الدنيا بقى فيه موبايل هم موبايل صورة وبيشوف كمبيوتر فهو ثقافته كمان مغيرة فانت لازم كمخرج تقدم حاجة للجمهور ده فدي دي تفاصيل كتيرة جدا المخرج الزاكي بيفهمها ويقدر يعبر عنها عظيم وفي نفس الوقت يقدم فكرته طيب ده كويس جدا هل الإقبال على كيرة والجن يقول انه بنغير خلطة العيد خلاص بالنسبة للناس لا هؤقدمه خلطة الفيلم فيه كل التفاصيل اللي تاجع المتفرج اللي جاي يتبسط ويدحك ويتفرج على الأكشن حيلاقي كل ده جنب ده لما تتأمل تكتشف فقا لا في الموطني بس انت هتاخد الجرعة بتاعتك على حسب انت جاي ليه حتى لو انت جاي لمجرد المتعة هتلاقي هتلاقي المتعة دي عايز تفرج على كريم عبدالعزيز وحمد عز بيتخنقه مع معد هتيوم بتخنقه مع بعد بيتخنقه مع المحتل البريطاني بيتخنقه مع عصابة يعني التوليفة دي مطلوبة طيب لإقبال إرادات بتاعت كيرا والجين مناسبة؟ أنا بشوفها مناسبة جدا فيلم تلس ساعات كلمة تلس ساعات بالنسبة للسينما عموما في العالم كله الفيلم بيجيب إرادات ازاي من تكرار عرضه لما تقول تلس ساعات تلس ساعات فأنت بتحرمه بشكل أو بآخر من عدد من الحفلات مظبوط مش كده؟ لأ الفيلم أبو ساعتين فرسته بتعرض أكتر في اليوم أه انت عارف مصر بدون عن كل دول العالم بتفضل تقعد غير ساعة اثنين الفجر السينما شغالة وبتعرض كويس فأي ساعة بتخسرها فيلم بمثالة ساعة يعني فيه ساعة زيادة دي بتيجي على مرات العرض طبعا بتبقى ضد فكرة الإرادات لأنه ضد ضد عدد مرات العرض ورغم ذلك فيه إرادات ضخمة أنا شايفها إرادات كبيرة كمان يعني اللي بقى رأى رقم كبير